كنا زمان يقول لك مثلاً أنه والله لو أنت قدمت تبرعات مش عارف عملت إيه معونت الشتاء جمع الإيصالات بتاعتك عشان بتقدمها في الملف الضريبي بتاعك وانت رايح للمأمورية أعمل ده إزاي إلكترونية أو أونلاين الإكرار نفسه مصمم يعني تصميم الإكرار نفسه يتناسب مع اللي حضرتك بتقوله ده يعني أنا حتبصت لقي حضرتك لو أنا بتكلم على إكرار مهنة حرة حتبصت لقي إن فيه خانة لإكرارات المهنة الحرة خانة للتكاليف والمصرفات أوصل بعدها لصف الربح قبل التبرعات وبعدين تبصت لقي فيه خانتين اتنين للتبرعات حلو تبرعات لجهات حكومية لأن دي معتمدة بالكامل وتبرعات لجمعيات خيرية لأن دي بتعتمد في حدود 10% من صافي الإيراد حضرتك موجود أنت شوف لما تخش على الإكرار الضريبي وتبص على بيانات الإكرار الضريبي بالزبط كده زي حد هو عامل حوار معاك بس هو حوار مكتوب يقول لك قل لي إرادتك قل لي تكاليفك أنت كل دورك في الإكرار أنك أنت تدخل البيانات اللي مطلوبة منك يقول لك قل لي التبرعات تقول لي التبرعات التبرعات الحكومية التبرعات اللي جماعيات تحط الجماعات تبص تلاقي في الآخر كل الأرقام اللي أنت دخلتها الإكرار ترجمها في الآخر لصاف الربح بتاع حضرتك اللي بيحسب على أساس الدريبة تفترض المصلحة في الحال ده حسن النية دائما طبعا